طيب كمان هيكون في جلسة بين كابتن محمد بركات وخالد درندلي أو كان في جلسة بين محمد بركات وكابتن أو البشمانس خالد درندلي في فندق قومة المنتخب في كوريا الجنوبية أعدوا مع اللاعبين وتكلموا معهم بعد كده أعدوا مع بعض وعملوا فيديو كونفرنس مع الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكورة وبعض الأعضاء عشان يتكلموا على خسارة اليوم